بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدينة ما بعد فهذا هو الحديث الرابع والثلاثون من أحاديث الأربعون النووية نقل المسلم فحمل الله عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم هذا الحديث من حيث موضوعه يتعلق بأصل من أصول الدين وشعيره من شعائره وهي الأمر بالمعروف والنهي على المنكر الأمر بالمعروف أنه من منكر من شعائر الدين بل جعل الله تعالى القيام به من خصال أهل الإيمان وأن أطبه خيرية الأمة فقال كنتم خير أمة أخجت الناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فناسى بنيات المؤنف رحمه الله ببيان ما يتصل بهذا الأصل وهذه الشعيرة من شعير الدين في هذه الأربعين التي ضمت أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدور عليها أحكام الشريعة الحديث من أفراد الإيمان مسلم فرد به مسلم عن البخاري وقد رواه من طريق قيس بن مسلم عن طارق من شاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث تضمن أمرا وفصل فيه وبيّن مراتبه ودرجاته فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره من رأى الرؤية هنا المقصود بها العلم فالحكم لا يختص الرؤية البصرية فقط بل يشمل العلم ولو كان بغير الرؤية ولذلك قال بعضهم من رأى أي من علم وقال آخرون بل المقصود هنا في هذا الحديث من رأى أي رؤية بصرية وعلى هذا شرح الحديث أن الرؤية هنا هي الرؤية البصرية هي التي يتعين بها ما ذكر في هذا الحديث والذي يظهر أن الرؤية هنا تشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية لكن التغيير في الرؤية البصرية أكثر تأكيدا وألزم على من رأى من الرؤية العلمية قولوا من رأى منكم أي أهل الإسلام فالضمير في قوله منكم يعود إلى المخاطبين وهم أهل الإسلام من المؤمنين والمؤمنات من الرجال والنساء من أهل التكليف منكرا المنكر هنا يشمل كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله سواء كان نهية تحريم أو نهية كراهة وتنزيه فكله يوصف بأنه منكر وهذا أجمع تعريف للمنكر أنه كل ما نهى الله عنه ورسوله إما نهية تحريم أو نهية كراهة وتنزيه من رأى منكم منكرا ومنكر نكر في سياق الشرط فيشمل كل منكر صغير أو كبير خاص أو عام فليغير هذا جواب الشرط الفا هنا واقع في جواب الشرط وهي يؤتابها للربط بين الجواب والشرط فتربط جملة الجواب جواب الشرط بالشرط وقرنا جواب الشرط بالفا هنا لأن الجملة طلب جملة طلب وأمر فقوله فل يغيرها اللام هنا لام الطلب وهي لام الأمر والأمر قد يكون للوجوب قد يكون للإستحباب كما تقدم في الحديث عن تعريف الأمر والكلام عليه عند الأصوليين فالأمر عند الأصوليين هو طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء الفعل أو القول طلب الإيجاد على وجه الاستعلاء فقوله فل يغير أي فل يسعى في تغييره والتغيير يشمل الإزالة بالكلية وهذا أعلى صوره بهن يزول المنكر ويشمل أيضا التخفيف فإنه من جملة التغيير إذا عجز عن الإزالة الكلية ولهذا الشريعة جاءت بإزالة الفساد وإعدامه فإن لم يتمكن من الإزالة والإعدام فإنه يصير إلى التخفيف والتخفيف نوع تغيير فيدخل في قوله فليغيره تغييره والتغيير للمنكر يختلف باختلاف المنكر فإن كان المنكر محرما كان تغييره واجبا وإن كان المنكر مكروها كان تغييره مستحبا وقوله فليغيره بيده هذا بيان لمراتب درجات التغيير وهذه المراتب متدرجة من الأعلى إلى الأدنى من الأعلى في تحقيق الإزالة في تحقيق التغيير للمنكر إلى الأدنى وهذا ما ذكرناه قبل قليل من أن المطلوب هو الإزالة بالكلية فإن لم يستطع فب ما يمكنه من التغيير الذي يتخفف به من المنكر فما يتمكن به من التغيير الذي يخفف به المنكر قوله فليغيره بيده هذا هو أول الدرجات التغيير باليد فأولى درجات التغيير أولى منازل التغيير التغيير باليد والمقصود باليد هنا هو العمل البدني سواء كان باليد مباشرة أو باليد تسببا وسواء كان باليد أو بالقدم أو بغير ذلك مما يزول به المنكر فقد دخل في قولي فليغيره بيده كل تغيير للمنكر بالبدن وذكر اليد هنا ليس تخصيصا له بهذه العدات بل بها على وجه الغالب وبما يكون من عمل بدني الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهذا يشمل كل ما جنه الإنسان بيده أو ببدء بحركة بدنه أو بفعله فليغيره بيده ثم قال فإن لم يستطع هذه المرتبة الثانية وقال فإن لم يستطع أي فإن لم يقدر ويتمكن لعدم الاستطاعة هنا قد تكون بسبب عدم القدرة وقد تكون بسبب الموازنة بين المصالح والمفاسد فإن لم يستطع أي عجز عن التغيير باليد فبلسانه أي فليغير المنكر بقوله وأمره ونهيه وهذا يشمل كل التغيير البياني سواء كان ذلك بالقول والكلام والمشافة أو كان ذلك بالمكاتبة فإن الكتاب لسان كاتبه ولذلك قوله فبلسانه يدخل فيه ما يكون من المكاتبات لإزالة المنكر سواء كانت مكاتبة مباشرة أو مكاتبة لمن يزول به المنكر كالكتابة كالكتابة لولاة الأمر أو الجهات بذات الاختصاص في إزالة المنكر فقوله صلى الله وسلم فبلسانه يشمل كل هذا قال فإن لم يستطع أي إن لم يتمكن وعجز عن التغيير باللسان أيضا فبقلبه أي فليغيره بقلبه ومعنى فليغيره بقلبه أي يقتصر على إزالة المنكر بكرهه وعدم إقراره وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه قبل قليل أن التغيير يشمل كل صوره الممكنة من الإزالة بالكلية أو التخفيف أو ما دون ذلك مما لا يزول فيه المنكر ولا يتغير ولا يتخفف كتغييره بالقلب فقوله فبقلبه أي فليغيره بقلبه والتغيير بالقلب يحصل بأمرين كراهية المنكر فالكراهية القلبية تحصل بها البراءة كما قالت المسالمة فمن كره فقد برئ من كره المنكر فقد برئ ومنه ما جاء في سعر من مسلم من حديث أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حوريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم أي بعد أصحابه ومن اختصهم من أصحابه خلوف ثم تخلف من بعدهم خلوف أي أجيال وطبقات يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن فأثبت الإيمان لكل هؤلاء ثم قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فطابق هذا الحديث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله فإن لم يستطفى بقلبه فالتغيير بالقلب يحصل به المطلوب من حيث كراهية المنكر إذن أول ما تحصل به ما يحصل به تغيير المنكر أن يكرهه بقلبه الثاني مما يحصل به التغيير القلبي أن لا يبقى في المكان الذي فيه المنكر أن لا يبقى في المكان الذي فيه المنكر إذا استطاع أن يفارقه لقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فأخبر الله تعالى عما أنزله من هذا الحكم الذي يقتضي مفارقة ومزايلة أهل المنكر أثناء منكرهم لقوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم أي شاركونهم في الإثم وشاركونهم في وزر المنكر إذن التغيير القلبي في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يصطف بقلبه ليس تغييرا سلبيا إنما هو تغيير الإيجابي يتقي يقتضي أمرين الأمر الأول كراهية المنكر والأمر الثاني مفارقة مكان المنكر إن أمكنه فإن لم يمكن كان يترتب على المفارقة مفسد عظم أو لا يستطيع فهنا لا إثم عليه يكفي في ذلك كراهية القلب قال صلى الله عليه وسلم وذلك المشار إليه المرتبة الأخيرة والدرجة الأخيرة من درجة التغيير المنكر وهي التغيير بالقلب قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان يعني أنزله درجة وأخفضه منزلة فليس فليس من الإيمان من الإيمان حبة خردل فدل ذلك على أن تعطل القلب عن الأمر بالمعروف النهى المنكر في حال العجز عن التغيير باليد واللسان يدل على ضعف الإيمان بل قد خل من الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم وليس أراء ذلك من الإيمان حبة خردل وهذا كسائر الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن أصحاب الكبائر كما سيأتي في الفوائد وليس أنه يخرج يكون كافرا ليس هذا هو المقصود إنما المقصود انتفاء الإيمان الواجف في هذه الحال الحديث في جملة من الفوائد الفائدة الأولى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة وجوبا عاما إذا رأوا المنكر وهو واجب واجب كفائي في حال عدم شهوده لقول الله تعال وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَا أو بفعل أو بفعل ثلاثة أو بفعل من يقومون بما يجب عليهم من التغيير فهو من الفروض الكفايات لأن المقصود هو لأن المقصود هو حصول المأمور به لا أن يكون ذلك من كل الأمة وفيه من الفوائد أن هذه الشريعة جاءت بكل خير للناس ومما جاءت به من الخير التعاون على إزالة المفاسد حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة المنكر فرضا على أهل الإيمان وفيه من الفوائد اختلاف أحكام التغيير فمنهما هو واجب ومنهما هو مستحب وهذا يختلف باختلاف المنكر ودرجته فإن كان المنكر محرما كان تغييره واجبا وإن كان مكروها فتغييره مستحب وفيه من الفوائد أن تغيير المنكر كسائر الواجبات مقروم بالاستطاعة فهو مندرج في الأصل العام الذي ينتظم جميع ما أمر الله تعالى به ورسوله فاتقوا الله ما استطعتم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما ناهيتكم عنه فانتهوا لقوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه إلى آخر ما ذكر وفيها أنه على درجات التغيير الإزالة إزالة المنكر بالكلية وعلى درجات إعدامه ولذلك طلب أولا وفيها وفيها أنه لا يصار إلى ما بعد ذلك من المراتب إلا في حال العجز لقوله فمن لم يستطع فبلسانه وفيه من الفوائد أن الشريع عمرت بما يزيل المنكر على وجه تام كامل امتداء ففي حال العجز العجز عن ذلك يصار إلى ما هو دونه مما يزيله بالكلية أو مما يخففه وفيه من الفوائد أن إزالة المنكر باليد فرض كفاية على المستطيع وفيه من الفوائد أن التغيير باللسان من أوجه التغيير عندما يعجز الإنسان عن التغيير باليد لقوله فليغيره بلسانه وهو المرتبة الثانية ولم يبين كيفية التغيير باليد ولا كيفية التغيير باللسان إنما يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه المصلحة ففي اليد واللسان فالتغيير في كل صور باليد واللسان تراعى فيه المصالح والمفاسد وراعى فيه الرفق ما كان الرفق أحسن وأجداء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزام شيء إلا شانة ومن فوائد الحديث أن التغيير بالقلب أدنى المراتب ومن فوائد الحديث أن من لم يغير مع قدرته لا باللسان ولا بالقلب ولا بالأيدي ولا باللسان ولا بالقلب فإن ذلك من كبأر الذنوب لقوله في حديث عبد الله بن مسعود وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وأما الحديث هنا فيدل ذلك على ضعف إيمان صاحبه لقوله وذلك أضعف الإيمان هذه جملة من الفوائد المتعلقة بالحديث والحديث فيه فوائد كثيرة نقتصر على هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر